السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين نديدكم مقضع جديد زي ما تعرفون يا جماعة الخير أنا عندي متجر إلكتروني كمل ما يقارب الآن ثلاث سنوات وبإذن الله مستمرين بفضل من الله ثم دعمكم واتطورنا واتطورنا إلى وصلنا لهذه المرحلة أننا نوفر تجميعات بي سي فقررتني أجرب لكم أرخص تجميع عندي في المتجر اللي هي كرت 1650 معالج i5 طبعا تقدر تدخل متجري وتشيك على التجميعات كلها وتقرأ مواصفاتها وفي حال أنه إذا وديك تستفسر عن أنك تبدل قطعة وتشوف كم فرق السعر أبد تقدر تتواصل مع رقم خدمة العملاء بالواتساب وبإذن الله نرد عليك بأقرب وقت والأهم من ذلك قبل ما نبدأ أن الضمان كالعادة سنتين على جميع قطع البي سي الموجودة بشرط أنك ما تفكها ولا تتعبث فيها وأكيد ما تكون سوء استخدام ما تكون ضيحت البي سي أو سويت مشكلة وتقريبا يأخذ وقت تركيب البي سي حدود اليومين ويأخذ الشحن تقريبا يوم إلى يومين وبإذن الله يكون وصلك البي سي يعني باختصار أسبوع بإذن الله والبي سي عندي هذا هو الماذربورد المستخدم في التجميعة وهذا هو المعالج المستخدم في التجميعة i5 10400F والشي الأجمل في التجميعة أن المستخدم فيها M.2 1 جيجا ما إن شاء الله تبارك الرحمن طبعا M.2 معروف بسرعته وأخيرا وليس آخرا الرامات المستخدمة 16 رام سرعتها 3600 تعالوا وأعطيكم نظرة عن قرب للبي سي قبل ما نجربه طبعا شابكة على الشاشة هذه الفور كي وهذا هو البي سي ونسيت أقول يا جماعة الخير أنه يجي معه ماوس كيبورد هدية هذا هو البي سي طبعا برد هوائي حق المعالج وهذا الكرت الشاشة حقه طبعا ملاحظة فقط المعلومية يعني ما هو دائما تجيك نفس هذه الشركات على البي سي لكن خذ في بالك أنه مثلا في وصف المنتج حصلت أنه في شركة معينة مكتوبة في حال أنه ما توفرت راح نوفر لك قطعة أفضل منها زي ما صار مع عميل قبل كان في هارد ديسك مو متوفر ووفرنا لها بدالة SSD أو شيء زي كده أو مثلا أنك مكتوب هارد ديسك 500 نعطيك بدالة 1 جيجا فباختصار راح دائما تأخذ القطعة الأفضل وما راح نعطيك قطعة بديلة أقل طبعا الكيس هذا هو قدامكم يجيك هنا تقريبا ثلاث منافذ USB وعندك هنا في الخلف أربع منافذ USB وعندك هنا في كرت الشاشة واحد ديس بلاي بورت واحد HDMI طبعا هذه التجميعة أكيد أنك ما راح تلاعب فيها على ثلاث شاشات وراح تكتفي بشاشتين في حال كنت ستريمر في حال ما كنت ستريمر فما تكفيك لشاشة واحدة وتستمتع طيب أول شي يا جماعة خير هذه التجربة علشان تفهمون راح تكون على شاشة من شركة أسوس 43 إنش 4K شاشة جيمينج والشاشة هذه قوية وتحتاج كمبيوتر قوي الآن الشاشة مشبوكة على الكمبيوتر نفسه طيب الحين أنا يا جماعة الخير أبغى أحمل برنامج بنشمارك سوبر بوزيشن البرنامج هذا راح يطلع لي أقوى شيء يعني الجهاز يتحمله على كم فريم وراح يعلمني يقول لي هل VR هيتسيت اللي هي جهاز VR أو لا طبعا من باب خبرة أنا أقول لكم يعني الشخص اللي اللي حاب يلعب VR على هذا البي سي في لعبة سيتو كورسا فقط أتكلم الVR راح تشتغل لكن يعني ما راح تستمتع فيها بأعلى دقة راح تستمتع فيها بدقة قليلة لكن تشغل؟ إيه نعم تشغل خلص تحميل لكن أنا أبغى أشوف الجهاز هذا قد أي شيء يبغى يطلع أقوى ما في قلبه أبغى أشوف فالحين نجرب بنشمارك كيف يجرب الجهاز ونقول له أوش هنقفل جوجل كروم لأن جوجل كروم يستهلك أكثر من أي شيء في الحياة ونقفل كونتت مانيجر خلاص بس كذا نقول بسم الله ونجرب الآن ران طيب أنا قطعت أول شيء كان فيه موسيقى وكنسلتها فبرجع بس برجع عيد العددات لأنني أنا شفت كم جاب فريم قبل شيء 1080 Xtreme صراحة كان جاي ب13 فريم طبعا كان متفعل قولوا معي كان متفعل X-Ray وكل شيء جاي ب13 فريم كانت دقة عالية مرة فخلونا على 1080 High بنشوف 1080 High كم راح يجيب الآن بدأ اللودنج بيبدأ يشغل البرنامج طبعا شوفوا الآن Full HD High جايب لنا على دقة عالية أعلى دقة في الجهاز Full HD Full ولا تنسونا شاشتي 4K فهو قاعد يأتيك على بعيدا عن اللعبة Full HD فهو قاعد يأتيك على 4K شاشتي فماشاء الله تبالك الرحمن 40 فريم على هذه الدقة العالية جدا وفي X-Ray فريمات حلوة فما بالك لو تقلل الدقة وتلعب على الدقة المعقولة اللي أنا أصلا بجهازي العشرين ثمانين ما ألعب بهذه الدقة بعد ما أخلص بالكامل صار يقول لنا أن المتوسط كان 34 والماكس كان 42 طبعا هذا كان على أعلى دقة يعني دقة جدا عالية كانت في Full HD ولا تنسونا الشاشة برضو أكرر أنها 4K أبا أجرب لعبة سيتو كورسا ندخل لأعدادات فيديو ونشوف الدقة اللي بنحطها بنخلي أول شي نجرب على Full HD الباقي كلها هاي تقريبا لا مو بهاي MSA 2 ثمانية ماكسيموم وورد ديتيلز وورد ديتيلز ماكسيموم شادو 2080 صراحة جودة جدا عالي اللي أنا حاطة الآن طيب الحين أنا داخل على اللعبة ما بزكسوا قاعد يقول لي 60 فريم ما أدري إذا واضح لكم ما أتوقع أنه واضح لكم ما أدري إشلو أنا أكبر الشاشة أكبر من كذا 60 فريم زي ما شاهدون الشاشة عندي سموث ثابت على 60 حاليا قاعد ألعب سنجل طبعا ما ألعب أولاين ثابت على 60 إلى الآن أو 59 و 400 ها نقل صار 58 و 900 بس يعتبر الجاز سموث موتنا بغنطل بس جاني يسوي أكشن جديد طيب صار 55 قافشين نزل عن صار 55 لا تنسون أنه أنا آسف كثرت عليكم فيها لا تنسون أن الشاشة 4K ولا تنسون أني أنا حاط دقة عالية يعني كلها قاعد أحطها هاي هاي ماكسموم ماكسموم على لعب سيتو كورسا فلو أقلل راح تصير الأكيد الفريمات أكثر لكن أنا قاعد أجرب على شيء متوسط يعني أحيانا أنا قاعد ألعب على 60 ولا تنسون مابات سعودية تستهلك تأخذ فريمات كثير فلو مثلا أغير الشارع أروح شارع من شارع اللعبة يعني نحين نجرب نأخذ مثلا يعني نحين مثلا دخلت من أكبر مابات تصميم أسيتو كورسا نور بقرينغ أو نورد شلي فيها و بيعرفون هذا الماب حقين السباقات فعلى طولها الفريمات والله يتمنى أن تكون واضحة 130 فريم شوف الفرق بين ماب سعودي وبين ماب من تصميم اللعبة فماب السعودي دايما هو اللي يأخذ فريمات أكثر فهذه ماب اللعبة وقاعد يعطيني 130 فريم فلو أروح أي لعبة ثانية فورتنايت ولا كولف ديوتي راح يعطيني فريمات حلوة بدون نقاش فباختصار نجو عند نهاية المقطع عشان ما نكثر كلام معكم ونزعجكم البي سي هذا يشغل جميع الألعاب لكن له قوة معينة يعني ما راح تلعب على فل كواليتي في كل مكان فراح تحط عددات معينة وراح تستمتع في اللعبة في حال أنك تبي كواليتي أعلى أنا أنصحك أنك تدخل متجري وتشوف القطع اللي تناسب الدقة اللي تحتاجها يعني في كار تلاثين خمسين في كار تلاثين ستين أعلى منه أنا عني في لعبة سيتو كورسا أنا أشوف الشخص اللي يبغى يلعب هو مرتاح كار تلاثين ستين يلعب على أعلى دقة وهو مبسوط إذا إذا وده طبعا لكن إذا هو حاجته زي هذا البي سي ما شاء الله تبارك الله انتو شفته وحش والله شغل كل شي تبقى جراند تبقى فورتنايت تبقى كولف ديوتي تبقى أي لعبة في بالك راح يشغل لك لكن زي ما قلت بدقة ميديم وأنت مبسوط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا